تلايا ووتر مرسل الحج أهلا وسهلا فيك صباح خير شرفتنا عم نسمع كتير عن تلايا ووتر وعم نسمع كتير عن موضوع تعبئة بي قالونات أو أنينة بلاستيك والفرق بين البلاستيك وإن الأزاز راح تشرح لنا أنت الفرق بين الاثنين ولكن بداية تلايا ووتر الاسم كتير ملفت شعني تلايا بعرف هي كلمة فنئية؟ كلمة فنئية ديما بتعني مي أو ميت الندي هي أنقى نوع من المي فإذا اسم على مسمى بي مكانه بيرمز أكيد لا تراثنا اللبناني شو يعني مياه معبئة على ارتفاع 1735 متر صحيح أنه كل ما كانت تعبئة بارتفاع أعلى كل ما كانت أحسن؟ نعم أكيد كل ما بنبعد عن السكان مناطق سكنية أو فيها كتير سكن الريسك أنه يتلوص الماء أو المجاري المياه تتلوص واللي أنا بيع بيها بيكون أعلى نحن بيكوننا على 1735 متر نحن كتير بعاد عن العالم وهذا بيحافظ على نقاوت ونضاف الماء هون عم نشوف فيديو أصير عن مياه الطلاية بدي أحكي شوي عن شعاركنا سيد مرسل أنقى ماء من أعلى نقطة بيقالون الزيز لأنه صحتك قبل كل شيء هذا شعار كنو بالفعل تميزته عن بقية الشركات لي بتقدم الماء وهون عم نشوف أكزامبلز أو نميزج عن الأنيني عنا بستوديو رح نشوف هلاء فيديو بيعرفنا أكتر عن طلاية واتر عم بيحضروا الفيديو أستاذ مرسل رجعني لشعاركم كتير مهم الشعار لأنه كلنا منحب نحافظ على صحتنا ومنعتقد أنه لما منشرب كتير ماء منكون عم نساهم بهالشي نعم أكيد اليوم نشرب ماء لنظل هيدريتد هذا كتير مهم لصحتنا للعضم للصحة للعضل للقلب لكل شيء أكيد شرب الماء كتير مهم ولكن المهم أنه نعرف أنه الماء مش بس مية جبر ونقية بس كيف وصلها عنا لنحافظ على نقاوت الماء وعلى جودتها ومشان هيك شركة طلاية هي أول شركة بتكرت أنينة الأزاز بالأول واليوم عم نحكي عن قلون الأزاز لحتى نقدر نختم المكاتب والبيوت بطريقة أحسن يعني حتى توصل للي عنا على البيت وتبقى عنا بالبيت مثل ما طلعت من المصدر خلينا نشوف هالفيديو اللي بعرفنا أكتر على طلاية واتر تكرش كرش من القمة للوديان نقطة وراء نقطة تصلكن على البيت معباي بأفخر أنواع الجلونات جلونات البلاستيك يلي ما لحظة لحظة بلاستيك بلاستيك كل هالاستشعار على جلونات بلاستيك يعني مهم نعرف من وين جاي المي بس الأهم نعرف بشو واصلي لعنا تلاية ما يمن أعلى نقطة تعبئة وبجلونة زيز لأنصحتك قبل كل شيء ولو ميشيل دعاية كتير مهضومة تحية لزميلنا ميشيل بسليمين يعني فرق كبير بين أنه نعبي المياه بالبلاستيك ونعبيها بأنينة أو قلونة زيز البلاستيك اكتشفنا أنه مضر مش بس للبيئة أنه كمان لصحة الإنسان البلاستيك هو مادة بورس يعني هي فيها بخويش ونحن مرة عملنا دراسة جبنا جلونات بلاستيك مختومة مع المي بقلبها حتى أنهم بقوضة مع كيس بصل وكيس توم بعيد عنه على ثلاثة أيام نعم وجبنا فوكس جروب ما قدر حتى يدوق المي يعني المي كلها صارت مطعمة توم وبصل يعني المي اللي كان بقيت بالقوضة ثلاثة أيام مع التوم والبصل عجنب مش بقربة نعم امتصت طعمة التوم والبصل لدرجة أنه ليجربوا المي ما قدروا يشربوها صحيح صحيح مش هناك شركة تلاي هي الأول شركة بتبتكر لأزاز باللبنان وخاصة قالونا أزاز بالعالم نحن أول شركة بتعملها سيد مارسل بالإضافة لدراسة اللي أنتو عملتوها كمان الوكالات الألمية الأوروبية ضوّت كثير على موضوع استخدام البلاستيك لنعب المياه نعم كان آخر بحيث طلعت من يومين من الوكالة الفرنسية حطوها بالنهار في لبنان وفي قروحة حطتها هو أنه أنين البلاستيك اللي عم نشربها فيها شقف بلاستيك بقلبها دسوء الحاز وأكيد نطلب من كل شركات اللي بتعمل هالبرودويات هاي دي تهتم تأخذها شيبا عن الاعتبار لأنه كلها منتكر علي يعني الماء كتير مهمة حتى ما تصبح الماء مضرة لصحتنا بالنهاية تليا water is bottled at the highest source in Lebanon and preserved in glass unlike plastic glass containers prevent contamination and conserve تليا water's pure natural mountain taste our glass gallons are delivered in light reinforced plastic baskets which protect the gallons and enable easy movement the protective baskets allow the gallons to slide into the water dispenser with ease eliminating any need to lift our water dispensers are equipped with extendable pumps the gallons are connected to the pump and then placed inside the dispenser our water gallons can also be used at ease on the regular water dispensers شفنا فيديو سيد مارسل بعرفنا على dispensers اللي عندكن للمياه الخاصة بشركة تلايا water بدنا نعمل live demonstration لتفرجينا أدي هالأمر هو بالفعل سهل شكلا بيختلفوا عن اللي نحن معودين عليهم بالبيوت عرفنا شوي أكتر عنه أكيد اليوم قالوا الأزاز بيوصل فيه 15 لتر ماي حيالة براد اليوم حيالة ديسبنسر موجود بالبيت منا مضطرين نغيره فينا نحط الكلون مثل الطريقة التقليدية يعني نفس الكمية لبل البلاستيك هذا فيه 15 لتر ماي قالوا البلاستيك عادة 19 لتر ماي ونحن عملناها عن أصد ليضل الحمل هو زيته يعني 22 كيلو وإذا زيت قتل شوية لتحميه لحتى ماي يكسر يعني قالوا زيت بيوصل بيسلي بيوصل الملين بيسلي وبفل فاضي بيسلي كمان يعني عطول محمي هو فاضي هو ملين واصل لعنى حتى ما نحمله بيبي ايدنا من نحمله من البلاستيك نعم وبعدين الشغلة تانية بيخليه عالي عن الأرض نحن كلنا نحط بالمطبخ أو بالمطب على الأرض بيتعرض للوسخ والبكتيريا من الأرض هذا الجالون عطول بيظل محمي وعالي عن الأرض وحتى بس نمسك وما من دقفية حتى كمان نحن من إيدانا نجوي هذا الجالون نحط ونحمله بالسلة طبعا هذه أول طريقة فينا نعملها إذا ما حبينا نغير البراد اللي لعننا بالبيت يعني البراد الموجود عندنا بالبيت بس نستبدل البلاستيك بالإزاز مية بالمية ما في شيء تاني نعمله أو إذا حبينا نوفر ضغط على ظهرنا وريسك أنه نخليه بالسلة طبعه ونحطه كثير هنا تبقى عننا السلة بفوت القلون بالسلة بالبراد يعني هون بس نستبدل القلون الفاضي بالمليون مزبوط وبيضل محمي وبيضل نضيف وبعيد عن الغبرة وهلا صار فينا ندوق الماء إذا تحب تدوق الماء في بيرد وفي سخن شو بتحبي مساقة ولا سخنة مساقة شوف عنا اليوم بس تجو هذي لستيفاني المشاوب اليوم شكرا وانا رح أشرب معي كمان هيك نعمل شيرز بالماء مع أنه تليان ما بحب بالماء هذي بس البحارة بس البحارة نعم حظة سيئة للبحارة مازال ما رح نطعب البحر شكرا شكرا هلأ أنا رحطة هون صحتك أستاذ مارسل بدنا نحكي شواء عن مكونات الماء هلأ تعرفنا على المصدر على قمة في لبنان 1735 متر وكمان مكوناتها مميزة بتحتوي على كمية عالية من الماجنيزيوم وكمية كثير قليلة من السوديوم نعم الماء المعدنية ترويج جسم أحسن وأحسن للكلاوية وأكيد المانيزيوم هو كثير منيح للعضل والقلب كلنا نعرف أنه أو قاية ما يطلبوا بنا ناخد مانيزيوم سبليمنت لا يساعد العضل لا يرتاح ولا دقية القلب تكون مراقجية أكتر أكيد ميتنا غنية من المانيزيوم غنية بالكالسيوم والملح كثير عليل وكلنا نعرف أنه كلما خفت كمية الملح كلما أفضل وتطلع من المصدر بهالمكونات الطبيعية بأي أشكال ممكن نلاقي طلايا واتر غير القلون 15 لتر نحنا اليوم مثل ما شايفين على الطاولة في عنا 330 الأنين البرسونل يوس عنا 750 وعنا أنين اللتر من 330 إلى 15 لتر لدينا كل الإيسات ووصلين لعندكم على البيت وبالنسبة للقلون بيتوزعوا بكل المناطق اللبنانية ومن لقي الأنين الأزاز بالسوبر ماركت بكل السوبر ماركت أكيد سبنيز ماترو شاركو تياعون يعني ما بدي أفع حدا بس كل السوبر ماركت الكبيرة أكيد موجود البرودو الأنين الأزاز وحتى أحكي عن الشهادات الجودة التي حصلت عليها التي تدل على نوعية المياه بالإضافة لكل الرخص من الوزارات المختصة نحن عن ISO 22000 التي تختص بالأكل والشرب ونحن حصلين على ISO 22000 سرتيفكت فإذا كل الشهادات لازمة من الدولة اللبنانية وكمان من الشهادة الإيزو التي تدل على جودة مياه طلايا أنا بشكر حضورك معنا سيد مرسل الحج رئيس مجلس إدارة شركة طلايا واتر أهلا وسهلا فيك مرسي رولو وقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل